السلام عليكم معكم محمد النهاردة جايين نشرح فيديو على التكامل بالتجزيق المثال اللي عندنا بيقول كامل لن اكس بالنسبة للاكس يبقى لن اكس دي اكس لو جيدا نستخدم التكامل بالتجزيق عشان نقدر نحل التكامل ده فبنقول التكامل بتاعنا اللي بالتجزيق لازم نختار دلة سهلة التكامل ودلة ينفع تتفاضل فقدامنا احنا عندنا دلة اسمها لن اكس ودلة تانية اسمها دي اكس هي واحد في دي اكس فبنقول عندنا دلوقتي الدلة اللي سهلة التكامل اللي هي واحد في الدي اكس فاحنا اخترناها واحد في الدي اكس يبقى هي دي الدلة سهلة التكامل. والدلة سهلة التفاضل بنسميها اليو. يبقى اليو عندنا باللين اكس. يبقى دايما كده. الدلة سهلة التكامل هي الدي في والدلة سهلة التفاضل هي اللين اكس. طب ليه معكسناش? ليه ما اخترناش هنا الدي في تكون عبارة عن اللين اكس. تقول ليه ما ينفعش? احنا اصلا عاوزين نكامل لين اكس. احنا مش عارفين التكامل بتاعها. فبنقول ان اليو عندنا هي اللين اكس. بنيجي بعد كده نفاضل اليو دي زي ما احنا شايفين تفاضل اليو بالدي يو. لو جينا نشوف تفاضل اللين هي عبارة عن واحد على الجوة اللين اللي هو واحد على اكس في الدي اكس. لان احنا بنفاضل. فبالنسبة لنا تفاضل الاكس اللي هو جوة اللين يعني بدي اكس. لو جينا نشوف الدي في اللي هي تسوي واحد دي اكس. تكامل الدي في بفي وتكامل واحد دي اكس باكس. لو جينا نشوف القانون بتاع التكامل بتاعنا عبارة عن التكامل يساوي اليو في الفي ناقص تكامل الفي في الديو. لو جينا نشوف كده هو بيقول اليو عندنا مضروبة في الفي ناقص الفي في الديو. يبقى احنا دلوقتي هنقول اليو دي هتتضرب في الفي وهنقول ناقص تكامل الفي في الديو. خلينا نعود كده ونشوف النتيجة لو جينا نشوف التكامل عندنا فبنقول الاي اللي هو الانتجريشن يعني يساوي اليو زي ما احنا شايفين كده عبارة عن لن اكس يبقى لن اكس. ولو جينا نشوف الفي فبنسبلنا الفي تساوي اكس فبنكتب كده في اكس. ناقص زي ما احنا شايفين كده ناقص تكامل تكامل عندنا الفي زي ما احنا شايفين لسه اليو انها عبارة عن الاكس وهنشوف الديو فالديو عندنا عبارة عن واحد على اكس في الدي اكس يبقى في واحد على اكس في الدي اكس. نجي نلاحظ كده هنلاقي ان في اختصار ممكن يتم والاختصار ده ان احنا هنختصر الاكس مع الاكس وبالتالي هنلاقي ان الانتجريشن بتاعنا اللي هو الاي هيساوي لن اكس او اكس بقى في لن الاكس ناقص تكامل زي ما احنا شايفين كده واحد في دي اكس نجي نكمل فبنلاقي ان التكامل بتاعنا هيكون عبارة عن الاي اكس في لن الاكس ناقص تكامل الواحد بالنسبة للاكس عبارة عن اكس. لو جينا اخدنا من هنا اكس يعني عامل مشترك فبالتالي هنلاقي ان التكامل عبارة عن لما ناخد من هنا اكس مشترك فيتبقى عندنا الان الاكس. ناقص لما ناخد من هنا اكس مشترك يتبقى عندنا واحد وبكده نقدر نقول واحد يبقى ان تكامل لين الاكس عبارة عن اكس مضروبة في لين الاكس ناقص الواحد يبقى احنا استخدمنا التكامل بالتجزيق عشان نقدر نحل تكامل زي ده يبقى التكامل اللي تم استخدامه تكامل بالتجزيق نرجع كده التكامل بالتجزيق بيتم ازاي? اننا بنختار دلة سهلة التفاضل ونختار دلة سهلة التكامل نبدأ نشتغل نكامل الدلة اللي احنا قلنا سهلة التكامل ونبدأ نفاضل الدلة اللي قلنا سهلة التفاضل نكتب القانون عندنا قانون التكامل يو في في ناقص تكامل في فيديو او بنقول على طول اليو في الفي ناقص زي ما احنا شايفين كده تكامل الفي فيديو وكده دبنا نستخدم التكامل بالتجزيل عشان نوجد تكامل لن الاكس